حكم بإعدام أربعة صحفيين في صنعاء من قبل ميليشي الحوثي عبدالخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري ليس هذا الحكم الصادر من محكمة حوثية أول تطور خطير في حياة الإعلام والصحافة باليمن فالذين قيل عنهم إنهم أعين الحقيقة يواجهون تهمة التخابر مع دول أجنبية وحكما بالإعدام مشهد من مشاهد الحياة الإعلامية في اليمن منذ سيطرة ميليشي الحوثي على صنعاء ومحافظات أخرى أواخر العام 2014 الخبر وعلى فداحته لم يشكل ردود فعل دولية ملائمة ترتقي إلى مستوى حدث كهذا أولى هذه الردود جاءت من الاتحاد الدولي للصحفيين الذي أصدر بياناً شديداً لهجة ضد ميليشي الحوثي ووصفهم بقتلة الصحفيين اليمنيين متوعداً إياهم بنيل جزائهم الرادع أمام المحكمة الجنائية الدولية مجلس جينيف للحقوق والحريات اعتبره الآخر الأحكام الحوثية تصعيداً خطيراً ضد الصحافة والصحفيين في اليمن وحلقة جديدة في مسلسل طويل من انتهاكات جماعة الحوثي وفرضها قيود صارمة على عمل الصحفيين واستهدافهم بشكل متكرر بالاعتقال والإخفاء القسري إدانات محلية أيضاً لقيها هذا الحكم فمن جانبها طالبت نقابة الصحفيين بإسقاط الحكم القضائي الأولي الذي أصدرت محكمة حوثية بحق الصحفيين الأربعة داعية كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى ممارسة الضغوط لإسقاطه إلا أن دعوة النقابة لم تكن كافية لتسمعها جميع المنظمات الدولية وتدين هذه المحاكمة التي تمت في وضح النهار وسط الحشود وأمام مرء العالم حتى وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية فنداءاتها لم تلقى جواباً أو صداً حتى الآن رغم توجيهها للأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والتي دعت في نداءاتها هؤلاء للتدخل الطارئ لإنقاذ حياة الصحفيين وإطلاق سراحهم فوراً حكم الإعدام هذا بالنسبة للميليشيا لم يكن الأول ولا يبدو أنه الأخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر